بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين بإذن الله في هذا الدرس سوف نكمل سلسلة شروحات الخاصة ببرنامج الورد معالج النصوص والمقدمة من المعهد الصعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات وفي هذا الدرس سوف نتعلم كيفية إدراج مربع نص وكيفية التعامل مع مربع النص سواء بإخفاء حدود مربع النص والكتابة داخل مربع النص أولا لماذا نقوم باستخدام مربع النص؟ مربع النص هو عبارة عن وسيلة بتسهل لنا تصميم والكتابة بطريقة سلسة داخل برنامج الورد كيفية إدراج مربع نص من قائمة إدراج نقوم بالضغط على الاختيار مربع نص مربع نص هنكتب هنا المعهد الصعودي العالي المتخصص العالي المتخصص المعهد الصعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات نقوم بالتعامل مع النص بالطريقة التي تعلمناها سابقا وهي مجموعة التنصيقات الخاصة بالنصوص نقوم بتكبير النص وتوسيط النص في المنتصف وعمل تنصيق غامأ للنص يبقى بكبر حجم النص وقمنا بعمل تنصيق غامأ للنص وهذه هي الأوامر أو مجموعة التنصيقات الخاصة بالتعامل مع النصوص والتي تعلمناها في الدروس السابقة من قائمة التنصيق نلاحظ أن مربع النص عايزين نخفي الحدود الخاصة بمربع النص نقوم بعمل ذلك من قائمة المخطط من قائمة التنصيق ثم نقوم بالضغط على المخطط التفصيلي للشكل واختيار الاختيار بلا مخطط تفصيلي مخطط تفصيلي يعني الحدود الخاصة بمربع النص نقوم بإغفاءها عن طريق الضغط على الاختيار بلا مخطط تفصيلي وبهذه الطريقة يمكننا التعامل بسهولة مع النصوص ثم تحريك النص يمينا ويسارا وأعلى وأسفل في المكان المطلوب وضع النص داخل المستند في حالة الرعبة في كتابة نص آخر نقوم بإدراج ثم مربع نص مربع نص بسيط ثم كتابة المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات نقوم بزيالة عرض المربع النص ومن الصفحة الرئيسية نقوم بتوسيط النص وتكبير النص وعمل تأثير أو تنصيق غامق بولد في حالة الرغبة في تغيير اتجاه النص من قائمة تنصيق نقوم بالضغط على اتجاه النص نلاحظ هنا أن اتجاه النص ebc يعني النص بتاعي من أسفل إلى أعلى بهذا الشكل هذا النص أعلى من أسفل إلى أعلى المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات بداية النص من أسفل في حالة الرغبة في تغيير اتجاه النص ليكون اتجاه النص من أعلى إلى أسفل بهذه الطريقة يتم تغيير اتجاه النص من أعلى إلى أسفل يعني بداية النص تكون من أعلى إلى أسفل في حالة الرغبة في إخفاء الحدود من قائمة تنصيق نقوم بالضغط على المخطط التفصيلي للشكل ثم بلا مخطط تفصيلي في حالة الرغبة في إعطاء لون وليكن لون أصفر أو لون رمادي أو لون الأصفر بهذه الطريقة ثم نقوم بتحريك النص ووضعه في المكان المطلوب إذن مربع النص بيسهل لنا التعامل مع النصوص داخل مستند الورد وذلك بسهولة أو عن طريق سهولة تحريك النص في المكان ووضعه في المكان المطلوب داخل مستند الورد ويمكننا أيضا تغيير لون مربع النص لون التعبئة وإخفاء الحدود وأيضا يمكننا تغيير اتجاه النص بهذه الطريقة وأيضا يمكننا محازات النص في المنتصف أو محازات النص في الأسفل أو محازات النص إلى أعلى وبهذه الطريقة يمكننا التعامل مع مربع النص داخل مستند الورد بهذا القدر نكتفي ونراكم في الدرس القادم من سلسلة شروحات برنامج الورد معالج النصوص والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب والورد